السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي طلبة طالبات الصف الاول الادادي موعدنا النهارة ان شاء الله تعالى مع حل بيج من كتاب ملحق جيمة عشرين تلاتة وعشرين بدا بسم الله بدا باسم الله فسألت سؤالات لها يعني انا جالسة مع والدي ووالدي في المنزل فطبعا اقول لها ماذا تفعلين ما او ماذا يبقى طبعا وط وعندي تحول الى ويفعل لها طبعا في المدورة المستمر السؤال في المدورة المستمر ماذا تفعلين ماذا تفعلين فطبعا سألت سؤالات لها لا احنا طبعا بنستعمل الموسيقى فطبعا اكيد سألت حاجة تانية هل انت بتشاهد التلفزيون او بتلعبي حاجة طبعا عندي طبعا في المساعد تحت وي تحول اليو اه وبعد كده نقول حاجة مسلا حاجة مختلفة هل تشاهدين التلفز فطبعا اقول لها لا احنا بنستمع الى الموسيقى فسعاد سألت سؤال هل يمكن ان اأتي الى منزلك الان هل هتقول لها اس اوف كورس او شور او او كي فطبعا اه المحادثة التانية عندي بيه ماذر وسندوس فالام عليها اين انت يا سندوس فطبعا اتلاها اين اهل يعني انا في حجرة نومي انا هنا في حجرة نومي فالأم عطلها سؤال يعني انا استخدم جهازي اللوحي. اه يبقى معه ماذا? وتحولي الى وانا يفعل هي ماذا تفعلين? فالأم سألت سؤال فالسندس اتلهي انا اذاكر دروسي انا ايضا كمان اقوم بواجبي المنزلي. فطبعا هتسألها فعل مساعد طبعا ايضا في اس. وطبعا عندي الفعل في منتهي باي اي دي. يبقى طبعا يبقى الفعل المساعد في الماضي دد. وي تحول له. وعندي هتبقى الفعل في المصدر. وما يتحول له طبعا تطلع زي ما هي. وقلم تستفعى. يبقى هل انت بتذكر دروسك? نعم انا اذاكر دروسي كمان اي اولسو ديت مي هومورك كمان اه. قمت بواجبي المنزلي. فالأم اتلاقي احسنتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو كنا عجب حضراتكم. الى لقاء فيديو اخر باذن الله تعالى مع تمنيتي بدوام التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.